مشاط مبارح سريعاً عشان بس بلنا نروح مشاط مبارح عشان برضو عشان على الفيرت الميت مليون بتاع صفحة باير ميونيخ اللي نزلوه قبل ماتشة بارسا قالك احنا في تلاتين مباراة في دور المجموعات على 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 نتاج مباراة في علامة كاملة آه يعني يعني عامة كاملة متتالية خلينا نبوص للفرق اللي اللي واجهة باير ميونيخ عندنا باريس هان جرمان عندنا برشلونة عندنا توتن هامل اللي بيخسر سبعة اتنين في مباراة كان جنابري بطالها عندنا تلاتكم مدريد لو بصنا لاي فرق قوية جدا ورغم كده من الفين وسبعتاشر ما ما خسروش في دور المجموعات لو رجعنا بقى باير نحقق بطولة من الفين وسبعتاشر اللي حد لقت هي بطولة هي بطولة واحدة الفين وعشرين مش مقياس كبير لأن الأدوار الاقصائية في دور الأبطال دايما هي المقياس صحيح هي المعيار الأوقات كتير يعني البطولة مش اللي فاتت اللي قابلها خرج قدام بي اش جي وكانوا هما الأفضل يعني طبعا هي الكرة يعني ريال مادريد كسب البطولة السالة فاتتهم وكانش أحسن فريق في البطولة صح ولا ايه لا ما كانش أحسن ما كانش أحسن بس كان أذكى بس كان أذكى بس كان أذكى ده اللي نقدر نسل عليه بزبط كده طيب مطشاة مبارح ونتائج مبارح البارسة تخسر من 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 كانت مفاجأة تبقى لسيناريو أحداث المباراة بالنسبة لكم خالد لا ما كانتش مفاجأة كانت يعني كان المطش بالنسبة لها يبقى خمسين خمسين لأنه برشلونة عمل صفقات قوية وعمل شوت أول قوي قوي نتيجة اللي اتنين صفر اللي قدامنا دي لا تعنيب بالضرورة أنه برشلونة قدم شوت أو مطش سيء بالعكس برشلونة راح يعني شفنا التلات أربع كور اللي اللي دخلوا في الراحوا مش اللي دخلوا اللي راحوا بيهم في الكورة بتاعة ليفندوسكي ليفندوسكي ما كانش موجود عشان كده عايز يعني عايز تتفرج النهاردة على هلند عشان أشوف أصدقاء الأمس أعداء اليوم هيعملوا ايه بالزبط مبارح ما كانش موجود النهاردة ايه الموجود؟ هلند قدام دورتموند بالزبط كده بس هلند أعتقد يعني دبابة اه اه ايه وخمسين جميعا هي الفكرة بقى في أنه برشلونة على الرغم من التوقعات اللي كانت بتصب فيه مصلحة البيون ما كانتش مفاجئة خليني قبل ما ادخل في التفاصيل نستعلى النتاج وتقولوا لي ايه مترقع او ايه طبيعي؟ ده فيه مفاجئات كبيرة لا انا عبنزلِلي فيه مفاجئات اكتر من مفاجئة. انت مفاجئة بالنسبهاك في توتن أربعة صف مع بلجيكا أربعة صف مع بلجيكا لكن ترسل أربعة صف بس يعني ربنا بيقطع من هنا و بيوصل من هنا الحقيقة ببرتغال مبارح يمكن سبورتنج لجبونا لحق الدنيا شوية سبورتنج على فكرة محلياً هو في المركز السابع بورتو متقدم عليه كتير و بورتو في مستوى أفضل لكن أوروبا زي ما بنقول بطول الدور الأبطال بتدي دوافع للعيبة غير أي بطولة تاني صحيح و في مواجهة تانية على فكرة ليفركوزن في مواجهة أتلتكو لين سفر ليفركوزن وفجأة عندنا فيه ثلاث مكاسب لفرق ألمانيا لأول مرة أعتقد من تسعينات من ستة وتسعين تقريباً أو هكذا ثلاث فرق ألمانية يفوز في يوم واحد من سنة سبعة وتسعين ليفركوزن فاز على أتلتكو مادريد فرانكفورت فاز على مارسيليا في مفاجأة كبيرة في فرنسا و طبعاً باير ميونيخ فاز على بارشلونة كانت ليلة الألمانيا أنت كان بالنسبة لك فوز فرانكفورت مفاجأة على مارسيليا؟ في ملعب مارسيليا دائماً من الملعب الصعبة فرانكفورت شفناه فيه تراجع عن موسم اللي حقق في الدور الأوروبي لكن زيارة مارسيليا يحقق فيها فوز ممكن تعادل أتوقع أن مارسيليا كان يكسب لكن أن فرانكفورت يكسب مارسيليا في ملعبه دي كانت مفاجأة كبيرة و فرانكفورت هيكسب مفاجأة بالنسبة لي لأن مارسيليا ليس في حالاتها طبيعية فمارسيليا عمل جيم قدام PSG أنا أخر مطش تفرجت عليه كان PSG في مارسيليا عملين جيم قدام PSG علامة هو زي ما كان يقول على دور الأبطال نفس القصة في البطولات المحلية في المطشات الكبيرة يتدي دوافع إضافية فممكن مارسيليا يبقى وحش طول السيزن ويأتي قدام PSG يأتي قدام ليل يأتي قدام ليون بيأدي بشكل مختلف بس ده مش معناه أنه هو في حالته طبيعية لا مارسيليا مش في حالته طبيعية خالص قبل ما البطولة تبدأ قلت لكم توقعاتكم الفرر هتتأهل عن كل مجموعة تعالوا نشوف الترتيب من المجموعات اللي فات منها جولتين جولتين هتدي بجروب A اللي فيها نابولي ليفربول آيكس رينجرز بنفس الترتيب كده نابولي في الصدارة يالي ليفربول يالي آيكس آيكس بنفس العدد من النقاط ثلاث نقاط لكل فريق ورينجرز في مكسر الرابع بصفر من النقاط هتبتكم اتغيرت؟ نابولي لسه ملعبش الجولة التانية لو لعب مع رينجرز النهاردة يبقى المكسر يداله دفع معنوية رهيبة واربعة مش أي حاجة أعتقد أننا بالنسبة لي هو ده الاتنين اللي هتأهلوا ما فيش فيه مفاجأة ولكن باختلاف الترتيب كنتم متوقع نابولي بس يعني متوقع اللي اتنين هم اللي هتأهلوا والله خلينا نقول برضو انا تفرقت على ماتش مبارح آيكس لعبت ماتش كويس جدا ووصلوا للمرمة أكتر من برا وكان عندهم نمط في الخروج بالمرتدات واضح أن شرودر المدرد بتاعهم خليفة تنهاج شغالوا كويس معهم فممكن يعمل حاجة لكن نابولي أنا بالنسبة لي بعد ما باع اللعيبة الكبار بتوع ميرتنز ونسيني أنا شوفت كفارة اللي هو اللعب طبعا الاسمه صعب جدا اللعب تتوقعر هنا يصعت الأسبوع اللي فات لكنigan نجمل لعيب رغم المكسب إمبارح. ما اتفادش مع يورجين كلوب. يورجين كلوب خرج صدر نغمة أن الفريق بدأ يرجع. وانا شايف المستوى مختلف. آه هو مستوى مختلف عن مباراة نابولي. اللي هو صنفها أن هي أسوأ مباراة في تاريخه مع ليفربول. لكن حتى مستوى ليفربول إمبارح ما كانش أفضل حاجة. بالنسبة لنا. بس على الأقل كان يعني هو ما كانش المستوى جيد. ما قدرش أجادل في دهما كانش جيد خالص. بس هو على الأقل الفلسفة بتاعت الفرق رجعت. بمعنى الاربعة تلاتة تلاتة وسرعة نقل الكرة من نص الملعب عبر وجود تياجو الكنتارة. ورجوع ديوجو جتة عشان يلعب دور صنع اللعبة أو مهاجم المحطة أو التسعة ونص. فالفلسفة بتاعت يورجين كلوب رجعت. آه الأداء مش أحسن حاجة. بس على الأقل شايفين الفكر بتاع يورجين كلوب اللي هو اللي استمر به زي ما كان في الوليسة. بيقول السبع سنين اللي فاتوا. بيطعم كل شوية الفلسفة للعيب عشان يوصل في النهاية بداية من 2019. هو واحد من أقوى فرقيتين موجودين في أوروبا. شوية شوية هيبدأ برضو اللعبة الجديدة تكتسب. خليب إليك إحنا عندنا دائما كنا بنقول المرة اللي فاتت إن إحنا عندنا صفقات جديدة أثرت على الفلسفة العامة بتاعت يورجين كلوب. في نفس التوقيت إصابة تياجو الكنتارة في ماتشة فولم في بداية السيزن أثر على عملية الخروج بالكرة من نص الملعب. معاودة تياجو الكنتارة. تتعلمين المعلمين الموجودين في ملعب مش في الدول الإنجليزي على مستغر العالم. وخلي بالأداء قصة وهو زي ما أنت بتقول بالذبط وهم تتعلموا من الخطأ فرحوا جايبين أرثر. عشان لو أريب شوية بالذبط نفس الفكرة بالذبط كاله. معاود يوجو جاتا بيلعب نفس الدور اللي بيلعبه روبرت فرمينو أنه يرجع تسعة ونص. داروين نونيز مش ماشي مع الفلسفة قوي. أعتقد أن داروين نونيز هيوظف توظيف مختلف عن التربيت. خد بالك الصفقتين دول هالند ونونيز دخلوا في نفس الموسم في نفس التوقيت مع فرقتين الاتنين بينفسوا على البطولة. فأنا بيتهالي أن المقارنة كمان مع هالند ضغط عليه شوية في خطة. بس ماكسب من مكاسب إمبارح فاروق أنه صلاح هدف. صلاح لو ما كانش جابه لإمبارح كانت هتبقى مشكلة كبيرة بالنسبة. كان هناك ضغط كبيرة عليه. لكن هو قدر يسجل وحتى كان أقرب لعيبة ليفربول في الشرق الهجومي للتسجيل دايما متواجد في مناطق خطر. ودايما لمحاته. وزي ما بنقول الكورنر لو رجعنا للكورنر الدخل منه هدف ما تيب كانت تصويب على محمد صلاح خبطت في العيب وخبطت في العرضة وكانت قريبة جدا من تسجيل في ديها تسعين. بالضبط كان هو اللي يسجل لهدف في ديها تسعين. يمكن ليفربول هو أفضل من مباراة كتير لكن مش هو ليفربول المعروف لسبب. أنا بالنسبة لي فيه شكوك بالنسبة ليورجين كلوب في العام السابع ليه لسبب. لأنه هو مدرب متطلب بنانيا جدا جدا جدا. بس تحديدا يورجين كلوب منظومة الضغط عنده الجيجين بريس بتاعه أو فلسفة الضغط العالي دايما في أغلب فترات المباراة. هو دايما الضغط ما بيبقاش طول المباراة لكن فيه مدربين بيضغطوا مثلا ربع ساعة عشرين دقيقة نص ساعة في المباراة. يورجين كلوب من أكتر المدربين اللي بتضغط في عموم التسعين دقيقة وده بيأثر على اللعيبة بدنيا. لعب زي روبرتسون أنا بالنسبة لي كان من أفضل اللعيبة اللي بتمتالك معدلات بدنية في الدولة الانجليزية أو من أفضل الأظهرة اللي أنا شفتها بتروح وبترد في نفس الوقت بسرعة رهيبة. روبرتسون مع بداية الموسم ده فيه اهتزاز واضح في اليقته البدنية. وده شيء غير معتاد. والأطراف والترينت أليكساندر عارض برضو نفس الحكاية. فاللعيبة اللي كانت العماد الرئيسي لليفربول ونجاح ليفربول متأثرة بدنيا. شوفنا في فرجل فاندايك فيه صغراته وفيه أخطاء بيرتكبها حتى في الهدف اللي سجله محمد كدوس كان ممكن يضغط عليه. كان ممكن يضغط عليه برضو فرجل فاندايك لكن فرجل فاندايك ما بيدغطش. ولعيبة وسط الملعب والهجوم الكواليتي أو بنتكلم على اللعيبة اللي بتمتالك قدرات فردية ما بقيتش موجودة. باستثناء محمد صلاح مش شايف اللعب في ليفربول اللي بيمتالك الكواليتي الفردي اللي يقدر يحل الهزمات. وأنا كنت بقدم جي بي اس حسيت أن الموسم ده صلاح كان داخل على ليفربول نجم صغير في وسط نجوم كتير فبالتالي ما كانش عليه الضغط أو اللود اللي مخليه يشيل هم الفرقة الواحدة. تحس أن السنة دي أنه صلاح هو اللي جارر يعني عارف الجرار واللي شدد القط. صلاح هتحس السنة دي أنه هو الجرار اللي شدد ليفربول وده شوية عامل اللود عليه زياد. هو مفتقد ماني وماني مفتقده. صحيح. هو مفتقد ماني يلاعب أول مطشين في باري منخ وبعدين رايح. هو أكتر من أنه هو مفتقد ماني هو مفتقد ماني هو مفتقد السيستم. مفتقد وجود الثلاثي الذهبي روبيرتو فرمينو ساديو ماني محمد صلاح. وكل واحد فيهم بيعمل الدور بتاعه. في عجالة سريعة محمد صلاح مبارح دخل الهدف ده ليه؟ لأنه رجع تاني زي ما كان في فاروق بيقول أنه يبقى أقرب لمناطق الخصوة. في عدم وجود فرمينو وجود دروي النونز وفي عدم وجود ماني وجود لويس دياز. صلاح هو اللي كان بيعمل دور البلاي ميكر هو اللي كان بينزل تحت المنطقة عشان يصنع اللعب. فبيبعد عن مناطق الخطورة هو أكتر واحد عامل كي باسس في الدورة الإنجليزية من المسلم الحالي. مع رجوعة ياجو الكانتارا وجود ياجو جوتا كمرحلتين لصناعة اللعب تحول محمد صلاح تاني إلى نفس الدور الصابق بتاعه. لو الكات ان سايد فبيبقى أقرب لمنطقة جزاء المنافس فبالتالي فرصته في التهديف بتبقى أعلى. فأنا متفق جدا مع فاروق فيما يخص ان محمد صلاح بيقرب من الجنب يبقى أخطر والحاجة التانية ان هو مفتقد ماني بس هو مش بس مفتقد ماني هو مفتقد التريو بالضبط مفتقد الكامستري بمعنى أصحي. هعدي سريعا على الثلاث مجموعات اللي فضلين. المجموعة بي عكس توقعاتكم خالص لأسبوع اللي فات. قلنا ان اتلتكو مادريد وقلنا بورتو. اتلتكو في الثالث وقلنا بورتو في الرابع ومين كلاب بروغ هو في المركز الأول ست نقاط العلامة الكاملة وورا ليفر كوزين صحيح زي اتلتكو مادريد بثلاث نقاط لكن يبقى انه فارق الاهداف لصلاح ليفر كوزين فبالتالي كلاب بروغ وليفر كوزين عاملين مفاجأة في المجموعة التانية. طبعا انا ليفر كوزين حتى انا عشان انا بحب اتلتكو مادريد فالابت كده على المباراة شوية ليفر كوزين من ديئة 85 لحد ديئة 90 سجل الهدفين وكسب في اخر خمس دقائق. اتلتكو مادريد كان بيلعب افضل ويمكن عدم وجود جريزمان من بداية المباراة والشرط اللي موجود عشان الفلوس ما تروحش البرشنة ده سيميوني حتى تكلم بعد المباراة قال احنا افضل بوجود جريزمان لكن رغم كده هو مرتبط ان هو برضه بيبدأ ينزل بعد ديئة 60 فلازم يراجع نفسه شوية والادارة تراجع نفسها في قصة جريزمان لكن اتلتكو مادريد هيرجع في المجموعة بورتو هيرجع او لا 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 اعتقدش ان مستوى بورتو هيأهله لان هو يتأ من المجموعة دي ده البطل في مناسبتين يا جماعة وتزايل ترتيب مجموعة ضعيفة جدا والمستوى في تراجع في تراجع بورتو يعني طيب نروح لجروب سي طبعا باين بعد فوز انبارح لعلامة كاملة ست نقاط وارب عشرونة تلت نقاط انتر تلت نقاط وفيكتوريا بيلزن طبعا كان اللاف عنهم يعني كان بيعانوا يعني ضرب نار في المجموعة خسر انبارح اثنين من الانتر وكان مطرود منه رعيب فده ترتيب المجموعة طبيعي ومنطقي واعتقد انه يعني الباين وال برس ممكن يكونوا لسه عندهم حظوظهم من التأهل ولا الانتر اعتقد عندهم حظوظ لانه برشلونا لسه يلعب فيكتوريا بيلزن اعتقد انه هو برشلونا كعبه اعلى في المطشدة ورن لسه يلعب الانتر في يعني ممكن بعد نهاية الجولة التالتة الجولة مش غير انه يعطل الجولة التالتة اعتقد انه الترتيب اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت هيطلعه وهو تسعة ستة تلاتة زيرو تمام من دلوقتي هو برشلونا هيكسب بايرن في كام بنو هايكسب بارشلونة مبناء على الأداء بتاع انبارة هو بالنسبة لأنا كان الفريل الأفضل هو دائما الفريل الأفضل اللي بيكسب لو سجل واحدة من الفرص اللي دي هاتليه في شوت الأولاني واحدة بس هو الحال من اللي جات له سيناريو المطش كله كان هناك وفي بداية الشوت الثاني رافينيا بيضيع تصويبها كانت قريبة جدا من دائدهم فبارشلونة عمل مبارك نري من دفسك مضيع عديدين بص ما يدعوش أنا عندي أقوى والكرة بتاعة بدري اللي هي الوانتون نحن ليف الكرة بتاعة بدري اللي جاءت في العرض ماذا بص الكرة دي وعبيها منوالنوير بدري انفراد برضو وطلعه منوالنوير وفي الشوت بتاعة رافينة اللي عادت من جانب العرضة بس هناك كرة بتاعة بدري تحديدا كرة بدري دي هي حاجة من الاتنين يتبقى أحسن لاعب في المجرة يتبقى أوحش لاعب في تاريخ كرة القدم بفشحة الوسط لان انت استنيت على كرة وفيها حرفانة زيادة وفيها كل مقومات لعيب الكورة لو دخلت جون هنقول جون عالمي لو ما دخلتش جون هنقول خد بالك أنا بتهالي اللعيب دايما بيقيس اسم جول كيپ اللي وقفوا دايما دي صدت دي صدت لفاندوفسكي بتاعاتي نوير حرس برما مش طبيعي طبعا يخد أي لعيب اللي بيفرق في نتيجة المباراة نوير دايما من الحراس اللي بتفرق في نتيجة المباراة برشلونة في شرط الأول 3-0 في شرط الأول لولا مانويل نوير احنا لو بنتكلم على برشلونة بس انا عايز نقطة اذكرها واقول ان دي هيمنة قادمة لبرشلونة وصلت ملعب برشلونة في وجود جافي لا 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 خد بيدري في وجود بيدري وجافي برشلونة مقام من مستقبله لعشر سنين قدام في وجود جافي وبيدري واعتقد ان في وجود تشافي كمدرب اللي هو عاصر وكان زي ما بنقول واحد من الركاز الاسية من انيستا بزرابي يعني انت لو قرنت بداية انيستا وشافي وبداية جافي وبيدري اعتقد ان الاتنين اللي هيبه متشابهين تماما بدري لانيستا وجافي لشافي وحتى النهاردة كان نتمل تجديد مع جافي في برشلونة لحد عشرين ستة وعشرين والشرط الجزائي كان مليار يورو ده ليه وهو بيدري كمان الشرط الجزائي في عدق مليار يورو عشان تأمينهم وعن صفاتي نفس الكلام تأمين المواهب من الجلمور بتاع بارسا في عزو كان السنائي يعني مع كامل الاحترام للناس اللي بتاعشق ميسي ومواهبة ميسي وعظمة ميسي هو العيب كبير مفيش شك لكن انا بسوف انه البرسا والتيكي تاكا كانت انيستا وتشابي مية في المية صح ومية في المية انا فاكر طبعا يعني بكل التحية لي صديقنا العزيز احمد عز المحلل المعروف طبعا قاعدين بنتكلم في مرة وبندردش فهو قال لي كلمة جميلة الفكرة في ميسي رونالدو رونالدينو كريستيان رونالدو الناس دول كلهم ان هما شكلهم خارق للعادة هو شكله خارق مشكلة دول ان هما شكلهم من قدمين عاديين ده احمد عز اللي بيقول ان هما شكلهم من قدمين عاديين بمجرد ما يمسكوا الكورة لو عرفت تاخدها منهم تبقى احسن من فرقة في العالم هي الفكرة في كده ان انت هما شكلهم طبيعي جدا وطريقة لعبهم قد تبدو سهلة بس ده سهل وممتنع بالزبط تبدو سهل لا لا فطرة لو كما انا حالات والعطات ووقت كنت هوريك كورة البيدري دي فطرة وفي اللامسية بيدربوهم على حاجة زي كده وفي الناشئين او حتى بيد الراح كبير شوية البرشلونة لكنهم بيدربوهم على حاجة زي كده موجود في حوالين منطقة جزاء برشلونة وحوالي تهلت لعيبا من البيرن وبيضغطوا ورغم كده لا شتت ولا طلع الكورة في الاوت هو احتفظ بالكورة مقدروش ياخدوها منه وعمل وان تو ومع كوندي وخرج بالكورة لوحده فدي اعتقد دي فلسفة وفطرة وبيخدها اللعيب فبيدري وجافي هم مستقبل برشلونة القادم طيب جروب دي سبورتنج لجبونة في الصدارة ست نقاط علامة كاملة توتنهم يعاني ويتعثر أمام سبورتنج لجبونة مبارح طبعا في المركز الثاني تلت نقاط فرانكفورت في المركز الثالث بتلت نقاط ومرسيليا الفرنسي أو مارسيليا الفرنسي في المركز الرابع صفر من النقاط طبيعي ومنطقي اعتقد توتنهم هيقلب النتيجة ويبقى هو متصدر بأريحية فرانكفورت وسبورتنج اعتقد الأفضلية دايما للفرعة العلمانية فاعتقد فرانكفورت هيتأهل مع توتنهم في المجموعة انا مش فاكر ان الاسبوع اللي فات قلت فرانكفورت ولا سبورتنج لجبونة اللي ياخد المركز الثاني بس هو وجود توتنهم في المركز الثاني ده كان مفاجأ بالنسبالي اعتقد ان هو برضو ويعني المجموعة اللي واضح فيها انه توتنهم يبقى في الصدارة واحد من الثلاثة تجين سبورتنج لجبونة لا مارسية ما كانش عندي أدنى شك انهم مش هيتأهل سبورتنج فرانكفورت هو المنافسة ما بينهم انا مش فاكر ان الاسبوع اللي فات رشح خلي فرانكفورت اخد المركز الثالث وتروح الدور الروب اللي ياخدته السنة اللي فات المتمرسة فيه ويمكن ياخدون في فريق